دعبين بقى؟ وقعوا النادي الزمالك نهاردة جابين لكم لعبين وقعوا لنادي الزمالك وقعوا النادي الزمالك ايه؟ بشكل مبدأي يعني ايه بشكل مبدأي؟ نادي الزمالك والنادي الآلي عندها كتير قوي بتمشي توقع مع لعبين يقولك ايه؟ انا هوقع مع اللعب الفلان تقولك شوية وممكن مستوى بقى احسن بس اضمنوا معايا والله اخر الموسم حسيت ان انا لقيت لعب افضل منه هقوله لا خلاص شكرا حبيت النقده يبقى هو وقع ليه اولا فالزمالك وقع مع عدد من اللعابين هقول لكم اللعيبة اللي وقع معاهم نادي الزمالك وده مش معناه انه لازم يكونوا موجودين الموسم اللي جاي فاهميني الكلام يعني الزمالك بيوقع هل أنا بعد نهاية الموسم همحتاجه ولا مثلا اللعيبة الشيارة طلعتها طلقت وانا كنت وقعت معاه اه بس ممكن خلاص يعني اللعيبة غير موصلة في اتحاد الكورنة فخلاص الامور انتهت هو يشوف مستقبله ويكمل مع فريقه اللي بيلعب فيه او يروح نادي اخر براحضة بس ازاي ما يقول كده ايه ورق الضمان يعني انه نضمن انه ممكن يبقى موجود معايا تعالوا لكم اللعيبة اللي الزمالك وقع معا اول لاعب هو مفاجئة المفاجئات محمود عبد العاطي دونجا لاعب خط وسط للنادي الاسماعيلي من ابرز اللاعبين الذين حصل النادي الاسماعيلي على توقعهم في الزمالك على توقعهم في الفترة الاخيرة تمهيدا لضمه في فترة انتقالات الصيفية اللعب خط وسط الفريق في الموسم الجديد خصوصا بعدما ابدى فريرة المدير الفني اعجابه بقدرات اللعب كبا انه سيكون صفقة انتقال حر نظر انتهاء عبده مع الاسماعيلي بنهاية الموسم انتوا عارفين كان دونجا لعب للزمالك في 2016 في 2016 بعد كده راحل على الفريق وكان ابدع شوية وتقلق شوية وبعد كده ابتعد والاسوابات خديته شوية بعد كده راحل عن الفريق ولكن الزمالك وقع معا عبدو يحياء لعب غزل المحلة مهاجم فريق غزل المحلة تقلق بشدة في الفترة الاخيرة وحاز على اعجاب الجهاز الفني للزمالك وانجح ادارة الكرة في الحصول على توقيعه لانه يتوجب على ادارة نادي الزمالك التفاوض مع ادارة غزل المحلة نظر الارتباط اللعب بعقد ما زال مستمرا مع الفريق المحل اللعب اللي بعده جون ابوكا طبعا المهاجم النجيري النادي انبي حصل الزمالك على توقيعه في الفترة الماضية لكن هناك اتجاه بعدم اتمام الصفقة او التفاوض مع امي الضم خصوصا وان ادارة نادي الزمالك تبحث عن مهاجمين افضل منه في المستوى الفني خلال الوقت الحالي هو تقلق شوية الزمالك خد توقيعه وبعد كده يعني تردد بعد كده عبد الكبير الوادي اللعب المغربي الذي تقلق مع فريق سموحة في الموسم الجاري حصل الزمالك على توقيعه بعد ان تم عرضه على فريرا لكن نادي الزمالك في الوقت الحالي قرر تأجيل حسم الصفقة او التفاوض مع النادي السكنداري ضم اللعب وذلك لحين حسم ملف اللاعبين الاجانب بالفريق مصطفى الزناري مدافع فريق طلاع الجيش من اهم اللاعبين المطلوبين في نادي الزمالك خلال الموسم الجديد وبالفعل اوقع اللعب للفريق لكن حتى الان يحاول مسؤولي نادي الزمالك الوصول الى اتفاق مع ادارة نادي طلاع الجيش حول ضم اللعب خصوصا وانه مازال مرتبطا بعجل ممتد مع فريق الطلاع عمر السيسي لعب خط وسط فريق طلاع الجيش حصل الزمالك ايضا على توقيعه في الايام الماضية وتبقى الحصول على الموافقة للايام من ادارة نادي طلاع الجيش اللعلان عن الصفقة بشكل رسمي خصوصا وان نادي الزمالك فتح خطر من المفاوضات منذ فترة للحصول على خدماته محمد بسام حارس مرمى الطلاع نادي الزمالك كان حصل على توقيعه منذ فترة لكن ادارة نادي طلاع الجيش ترفض فكرة التفريط في خدمات اللعب خصوصا انها تعمل في المشاركة بالبطولة العربية لكن ادارة نادي الزمالك مازال تتمسك بالامل في موافقة ادارة طلاع الجيش على تمام الصفقة حتى ينضم الحارس للقلع البيضاء ويكون بجوار الحارس محمد عواد ايضا احمد ايمن منصور مدافع برامد الذي ينتقى بالتعاقده بنهاية الموسم الجاري اتفق مع الزمالك على العودة للقلع البيضاء من جديد واقوم التوقيع للزمالك في فترة ماضية والاعلان عن الصفقة سيكون بعد نهاية الدولة رغم محاولات برامد اقناع اللاعب بالتجديد دول اللاعبين زي ما قلت لكم المرشحين للانضمام لنادي الزمالك الفترة اللي جاية اللي وقع بالفعل نادي الزمالك ولكن هل انتهت المفاوضات هل انتهى التعاقد بشكل رسمي لسا الكلام ده في بعض اللاعبين لازم الزمالك يتكلم مع عنديتهم في بعض اللاعبين اصلا عودهم خلصت مع عنديتهم والزمالك هو هيبكون صاحب القرار في نهاية الموسم انهم يبقوا موجودين مع الفريق ولا لا